بسم الله الرحمن الرحيم معايكو دكتورة رانا فاهمي بشرح لكو فارماكولوجي النهاردة نبتدي توتوريال جديد بيتكلم عن شابتر اسمه انتي اريثميكس والانتي اريثميكس دول هما الادوية اللي بتعالج الاريثمية طيب دايما بنقول لان البومبينج اكشن بتاعة الهارت دايما بتبقى كونترولد بالالكتريكال سيستم خاص بالهارت وهو الهارت دا اللي سبيشيلايزد سيلز بتعمل كرييشن للالكتريكال امبالسز بتاعته انسان دم تو دي كارديك مصل فبالتالي يحصل كونتركشن فعلى عكس الاسكالة المصل اللي بيحصل لها كونتركشن لما بتعمل ريسيفينج الاستيميلوس لا الهارت عكسها الهارت جواه سبيشيلايزد سيلز بتتحرك لوحدها من غير اي تدخل من اي حاجة خارجية وده معناه انه الهارت كان انترنسكلي يعني من جواه كان جينريت ريثميك اكشن هو نفسه البيس ميكر بتاع نفسه طيب ايه هي الاريتميا يعني الاريتميا بنقول هي يعني ابنورماليتز موجودة في الامبالس فرميشن اللي موجودة في الكارديك سيل او في المايوكاردي بيحصل لخبطة في الامبالس فرميشن والكونتركشن والكونتركشن في لاستي بتاعي ده طيب ايه هو اصلا الكارديك كونتركشن سيستم الكارديك كونتركشن سيستم ده بتكون من فايف امبورتنط الامنس هما السينو اتريل نود او فور شورت الاس اي نود تاني حاجة الاتريو فنتركولر نود هي الافي نود فور شورت باندل اوف هس باندل برانشز واخر حاجة هما البركنجي فايبر ستايل تعالوا نشوف كده الفايف المنس دول موجودين فين على الهارت وايه وظفتهم وايه الميكانازم بتاع الهارت اللي بيشتغل بيه بالزبط طيب ده كده بسيط للهارت بيوضح لنا في انه الهارت كنسيس الوافت of 4 chambers separated by valves O français دي هيっ يج也っ يجرى ال catching minus left hand of the heart فوق two chambers اللي فوق اسمهم atria وال 52 chambers اللي تحت اسمهم ventricles طيب يبقى دي اللفت اترام ودي الر criticize ده الleft ventricle وده الright ventricle طيب إيه اللي بيحصل بالضبط؟ إيه اللي بيحصل إنه لما الSA نود اللي تكلمنا عنها دلوقتي بيحصل لها electrical stimulation من نفسها intrinsic stimulation بيحصل إيه؟ أول ما يحصل لها stimulation بنلاقي إن الاتريا بيحصل لها contraction area الاتريم بيحصل لها contraction يعني إيه؟ يعني الاتريم تنقبض وتروح منزلة البلود للright والleft ventricles through valves دول طيب أول ما الSA node يحصل لها stimulation وتعمل contraction للاتريم وتنزل البلود جوه اللي بيحصل كمان بعدها على طول يحصل stimulation للAV node والAV node من اسمها atrioventricular node موجودة على borderline between الاتريا والventricle دي كمان بيحصل لها stimulation بعد الSA node على طول الستيميليشن بتاعها بيخلي أو بيدي وقت للإتريا إن هي تفضي كل البلود اللي فيها جوه الطيب بيحصل إيه بعد كده؟ بيحصل إنه الستيميليش ده بيعدي على البندل أوف هس وبندل أوف هس دي هي الأخضر التخينة دي هي برانش واحدة بعدين بتتفرع لبندل برانشز اتنين برضو بيعدي فيهم الستيميليش بعد كل الستيميليش بيتوزع على التو فايبرز دول اسمهم بركنجي فايبرز واللي بيحصل ده بيعمل بيقدي للcontraction بتاع الventricles خلاص الventricles بتنقبض وتروح مودية البلود فين بقى؟ أول ما اللفت ventricle بتنقبض بيحصل إنه البلود اللي فيها بيروح ثرو ده أو ورطة لكل الورجنز بتاعة البادي وتعمل لها supply والرفق والright ventricle الأول ما يحصل لها contraction البلود اللي جواها بيروح لللونجز تمام؟ طيب يبقى تاني كده باختصار أول ما بيحصل stimulation للس انود على طول الاتريا اللي اتنين بيحصل لهم contraction يعني إيه حصل لهم contraction؟ يعني البلود اللي فيهم بيروح للventricles اللي تحت through the valves بعد ما بيحصل stimulation للس انود بعدها على طول بيحصل stimulation على طول للإي في نود للإي في نود للإيتريو ventricular node الستيميليشن ده بيخلي الإيتريا تستمر في ضخ البلود أو في الcontraction بتاعها لما البلود كله اللي في الإيتريا ينزل يروح للventricles بعد كده الستيميليز بيعدي من البندل يروح على البندل برانشز اللي على الجنبين دول بعد كده ينتشر في البركنجي فايبرز وده بيقدي إنه الventricles بيحصل لها هي كمان contraction وبيكون الإيتريا يحصل لها relaxation أول ما يحصل للleft ventricle contraction يعدي البلود اللي فيها ويروح through the awarda يروح كل الأورجنز ويعمل لها يغزيها والright ventricles أول ما يحصل لها contraction البلود اللي جواها بيروح على طول لل lungs طيب تعالوا نشوف هنا الأي سي جي أو الألكترو كارديو جرام بتاع الهارت الألكترو كارديو جرام زي ما احنا شايفين بيتكون من ويفز الوايف الأولين اسمها p-wave وبعدين فيه qrs complex بعدين فيه حاجة اسمها t-wave وبعد الت-wave بتبتدي يعني زي ويف جديدة بنفس الترتيب p-q-r-s-t أوكي طيب إيه بقى ال-p-u-l-q-l-r-s-t والكلام ده كله طيب احنا قلنا تبقتي انه اول ما ال-s-a-node بيحصل لها stimulation ال-atria بيحصل لها contraction طيب فين ال-atria contraction على ال-e-c-g بتمثلها p-wave اول ما يحصل ال-atria contraction بيطلع على طول عندي في الرسمة بتاع القلب ال-p-wave اول ما يطلع ال-p-wave اعرف انه ايه بالشكل ده اعرف انه ال-atria عصل لها contraction طيب يعني ايه atrial contraction يعني atrial depolarization اوكي حصل لها stimulation ده ال-p-wave طيب اول ما بيحصل atrial contraction بعد كده بتعدي البلود لل-ventricles وقلنا بعد اما ال-impulse يعدي بال-bundle of his وال-bundle branches بعدها بيحصل ايه بعدها بيحصل ventricular contraction ويعدي البلود قلنا للأورطة لل-organs وال-a-a-lungs طيب يبقى ال-wave اللي بعدها اه بتمثل ventricular contraction او ventricular depolarization بمثلها بايه على ال-ecg هو ال-qrs complex طيب بعد كده اه بيحصل ايه لل-ventricles بعد ما يحصل لها contraction اي contraction في الدنيا لازم يبقى followed by relaxation لازم contraction بعدها على طول relaxation فال-contraction of the ventricles بعدها هيحصل relaxation لل-ventricles دي فهتطلعلي على شكل T-wave يعني ventricular relaxation او repolarization طيب اهنا دلوقتي قلنا انه اي contraction بيحصل لازم بيبقى followed by relaxation طيب انا هنا قلت انه بيحصل atrial contraction بتظهر على شكل P-wave بعد كده ventricles بيحصل لها contraction وبتظهر على شكل qrs complex بعد كده ventricles بيحصل لها relaxation او repolarization وتظهر على شكل T طيب هنا انا قلت ان ال-atrial بيحصل لها contraction و ventricles بتحصل لها contraction وبتعدين بترجع تحصل لها relaxation هنا فين ال-atrial repolarization او ال-atrial relaxation مش ال-atrial مش ال-atrial دي عملت contraction فين ال-relaxation بتاعها على ال-ECG في الحقيقة ال-atrial repolarization او relaxation بيحصل فعلا لازم بعد اي contraction يحصل relaxation فيه atrial repolarization او relaxation بس موجود في مكان ما هنا قبل ال-ventricular contraction بس ال-ventricles لما بيحصل لها contraction ده اقوى بكتير قوي من انه يبين اي حاجة قبلها بسيطة زي ال-relaxation بتاع ال-atrial يبقى the atrial relaxation is masked by the qrs complex او masked by ventricular contraction ليه؟ لانه ventricle contraction بيبقى قوي جدا ليه بقى؟ لانه ventricle contraction بتاعها هو اللي بيوصل البلد لل-organs كلها بتاع الجسم فبيبقى قوي جدا لدرجة انه بيعمل masking او بيخفي الحاجة اللي بتحصل قبله على طول وهي ال-atrial repolarization او atrial relaxation طيب عندنا كده كذا term محتاجين نعرف معناهم ايه؟ او قبل ما نعرف عايزين نشوف حاجة انه مثلا لو في مشاكل في الـ في الـ waves دي سي مثلا لو انا عندي مشكلة في ال-p wave بقت مثلا مش طلع الفوق كده زي bump لا inverted او ما لقيتهاش خالص يبقى اعرف هنا انه ال-heart ده في مشكلة في ال-atrial depolarization او atrial contraction بتاعته لقيت مشكلة في ال-qrs يبقى في مشكلة في ال-ventricular contraction لقيت مشكلة في ال-t wave يبقى في هنا مشكلة في ال-ventricular relaxation او repolarization تمام؟ طيب اه في terms عايز اعرفهم اه اولهم في طبعا terms medical terms كثيرة جدا في الـ في ال-heart عمتا او في ال-action potential بتاعته او في ال-ecg ولكن احنا في ال-pharmacology we are only concerned ب-medical terms بسيطة اولهم ال-pr interval ايه هو ال-pr interval؟ ال-pr interval هو اللي بتقاس بال-time بال seconds ال-unit بتاعته seconds بيتقاس من بداية ال-p wave لبداية ال-qrs complex هو ده اللي بقول عليه ال-pr interval وهلاقي كتير في الادوية دلوقتي يبقى ال-pr interval هو المسافة ما بين ال- او بداية ال-p wave بداية ال-atrial contraction وبداية ال-ventricular contraction وبداية ال-qrs طيب دي بتبقى المفروض equals ايه equals اه 0.12 to 0.20 seconds المفروض في البني ادم اللي قلبه سليم ال-pr interval او الوقت ما بين ال-atrial contraction والventricular contraction بيبقى 0.12 لـ 0.20 seconds طيب طيب لقيت انه الوقت زاد بقى اكتر من 0.2 seconds ال-pr interval لقيته حاجة اكتر من 0.20 seconds يبقى هنا في حصل اريثميا حصل مشكلة في ال-conduction او في ال-impulse formation نفسه طيب عندنا كمان term اسمه qrs interval وال-qrs interval دي هي المسافة ما بين ال-q وال-s اللي هي ال-qrs كلها بتاخد وقتها الدقيق او ال-ventricular contraction بياخد وقتها الدقيق بياخد 0.06 لـ 0.12 seconds ال-ventricular contraction لقينا ان الرقم اكتر من 0.12 seconds يبقى هنا فيه مشكلة يبقى هنا ممكن يحصل ventricular arrhythmia فيه كمان term اخير اسمه rhythm دايما هاسمع دلوقتي cardic rhythm cardic rhythm ايه ال-cardic rhythm ده؟ ال-rhythm هو المسافة ما بين ال-r wave او ال-r peak وال-r اللي بعدها على طول بتاعة ال-wave التانية يبقى المسافة ما بين الاتنين r دي اللي بسميها rhythm يعني ال-beat ثابتة كل وقت معين بيحصل beat ثابت 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 دايما ما لقوش رقم معين بس دايما بشوف كده على الرسم القلب بشوف بالعين حتى المجردة انه المسافة ما بين كل r والتانية ثابتة يبقى كده انه عنديش مشكلة لقيت انه فيه اختلافات حبة تبقى ديقة حبة واسعة حبة تطول حبة تصر يبقى كده فيه مشكلة وبرده يسبب arrhythmia ومشاكل في ال-conduction وال-impulse formation تمام كده؟ يبقى briefly اول ما بيحصل atrial contraction بتظهر على شكل p-wave اول ما الدم يوصل هيحصل atrial relaxation وده مش بيظهر في l-ecg لانه اضعف بكتير من ال-action اللي بيحصل بعده هو ventricular contraction او depolarization اللي بيظهر على شكل qrs complex بعد كده بيحصل اي contraction بيحصل بيبقى followed by relaxation يبقى ventricular relaxation او repolarization بيظهر على شكل t-wave وللتسهيل برضو qrs complex يعني شكلها زي v المقلوبة فدي لها علاقة بال ventricles عشان لو حد نسي طيب او او في برضه ايت معلومة بسيطة كده انه signals اللي بتمر من bundle of heis والbundle branches وتوصل prickane joy fibers الحتة دي على ال-ecg بتظهر في المكان ده في ال-line اللي قبل q wave اللي بين p والq اللاين ده هو الكوندوكشن بتاع البندلز البندل اوهيس والبندل برانشز والبركنجي فايبرز طيب بنقول انه الكارديك سيلز مش كلها زي بعض لأ بتتقسم لنوعين هي الكونتراكتايل سيلز والكونتراكتايل سيلز دي هي السيلز بتاعة الكارديك مصل العادية وسيلز مختلفة عنهم شوية هم الكوندوكتينج سيلز ودول السيلز بتاعة السيل نود والأي في نود واللي هي بتبقى مختلفة عن باقي السيلز بتاعة الهورد والكوندروكتينج سيلز ليهم اكشين بتانشل لواحدهم والكوندوكتينج سيلز ليهم برضو اكشين بتانشل واحدهم بس الاتنين بيبقوا برضو انترينسيك اا 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 او بتعمل create とياك di ت greed افرق بين الاجتشن بتاع المسلس و الاجتشن بتاع الكارديك مصل السلز العادية طبعا في اختلاف ما بينهم والاجتشن بتانشل في الطبيعي في اي سل سواء كان عادية السلز عادية او كارديك او بتاع الاجتشن بيحصل دايما اكسشينج نتيجة الاجتشن بتانشل اللي حصل ويديني الاجتشن على طول بيدخل في الآينز دول الصوديم والكالسيوم والبوتاسيوم الآينز بتاعتهم طيب تعالوا نشوف كده أول حاجة الـaction potential بتاع الـpacemakers وهو الـillustration بتاع الـdiagram ده بنقول إيه اللي بيحصل مبدئياً الـresting membrane potential بتاع الـpacemaker cells هو negative 16 ملي فولت طيب إيه اللي بيحصل بيحصل influx للـ صوديم آينز عن طريق voltage-gated sodium channels وبالتالي بيحصل depolarization فبسميها phase 4 نتيجة الـinflux بتاع الصوديم آينز بسميه phase 4 بيطلع شوية عن negative 60 ملي فولت ويوصل لتقريباً negative 40 ملي فولت وهو ده depolarization في الـpacemaker cells وده phase 4 أول ما الفولت بيوصل negative 40 ملي فولت إيه اللي بيحصل الكالسيوم channels بتفتح وتاعب يحصل influx للكالسيوم آينز فيحصل more depolarization لغاية ما يوصل لـpacemaker 10 ملي فولت ودي اسمها phase 0 بعد كده الـ L-type calcium channels دي بتقفل والpotassium channels بتفتح والpotassium بيحصل له escaping بيهرب لبرة يحصل redeepolarization of the membrane back to negative 60 ملي فولت وهي دي phase 3 وطبعاً ملاحظين هنا إنه action potential بتاع pacemaker ما فيهوش ولا phase 1 ولا 2 هو phase 4 و0 و3 بس طيب يبقى تاني كده سريعاً action potential بتاع pacemaker بتكون من 3 phases بس هما phase 4 و0 و3 الresting membrane potential بتاع pacemaker negative 60 ملي فولت أول حاجة بتحصل بيحصل spontaneous flow للسوديم through sodium channels بيحصل influx للسوديم وده بيسبب slight deep polarization من negative 60 ملي فولت وأول ما يوصل negative 40 ملي فولت phase 4 بتنتهي ويبتدي الكالسيوم channels تفتح ويحصل influx للكالسيوم يحصل more depolarization وهو ده phase 0 بعد كده الكالسيوم channels بتتقفل والpotassium channels بتفتح والpotassium يحصل له outflux فيحصل rapid repolarization وهو ده phase 3 طيب والaction potential بتاعه بيبقى شكله كده لكن action potential بتاع cardiac muscles لشكل مختلف هو ده إيبقى حكاية action potential بتاعة cardiac muscles cells بقيت السلزة العادية بعيدا عن الاسي نود والاي في نود مبدئيا أول فرق بين action potential بتاع pacemaker cells وcarlic muscle cells أنه AP بتاع cardiac muscle cells resting membrane potential بتاعته negative 90 ملي فولت مش negative 60 إيه اللي بيحصل بيحصل أول حاجة هنبتدي في phase 4 زي ما كلمنا على أي action potential قبل كده بيبتدي بالresting بتاعه بيحصل أنه البوتاسيوم بيحصل outward leak بيتصرب لبره out flux خلاص يديني بيز كده resting بيز وهو ده phase 4 بعد كده لما بيحصل action potential بيحصل أنه sodium channels بتفتح ويحصل sodium rush into the cell membrane فيحصل rapid depolarization ويوصل لباست 40 ملي فولت وده phase 0 بعد كده sodium channels بتقفل والبوتاسيوم channels بتفتح ويحصل leak أو outward flow للبوتاسيوم فيحصل حاجة اسمها small dead in membrane polarity وهي phase 1 بعد كده اللي بيحصل بيحصل أنه الكالسيوم بيدخل جوه cells وكمان في نفس الوقت البوتاسيوم بيخرج ف positive charge بتدخل و positive charge برضو بتخرج هذه phase 2 فبيحصل ايه بقى electric أو electrolyte balance في ion exchange فيديني الحتة السابتة دي وبسميها plateau وphase 2 هي plateau بعد كده بيحصل rapid repolarization بفيز ثري انه الكالسيوم بتقفل gradual inactivation في الكالسيوم بس البوتاسيوم بيفضل يخرب بره ويحصل لوا outflux فيديني في الآخر خالص الرesting membrane potential اللي هو phase 4 يرجع تاني تاني هنقول الaction potential بتاع cardiac muscle cells سريعا بيبتدي بالresting membrane potential بتاعته negative 90 mV الفيز 4 بتاعته أو الرesting membrane potential due to outward flux لل potassium oins بعد كده أول ما بيجي action potential للكاردي muscle cells بيحصل influx للsodium ains الsodium channels voltage get sodium channels بتفتح ويحصل rush in للsodium ains جوه فبيحصل rapid depolarization تلاقي voltage عالي بقى post 40 mV وهي phase 0 بعد كده sodium channels اللي تفتح الدي بتقفل والpotassium channels بتفتح وتخرج potassium بره وهي دي phase 1 فبيحصل ايه بيحصل حاجة اسمها small dead في الممبرين polarity دي phase 1 بعد كده calcium channels بتفتح وتدخل calcium وفي نفس الوقت potassium channels لسه بتخرج potassium فبيحصل حاجة اسمها plateau يعني polarity زي ما هي مش متغيرة يعني بيحصل electrolyte balance في ion exchange انا بدخل post وبخرج post فهي هي فبيديني deadline او plateau كده بيوريني ان فيه electrolyte balance post بيخرج وبعد كده بيحصل خطوة انه calcium channels بتقفل والpotassium channels بتفضل مفتوحة وتخرج potassium يحصل يحصل رابد 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 بفايز ثري و gradual inactivation of calcium channels لما يستمر البوتاسيوم انه يخرج خلاص لوحده بينتهي في الاخر للرسم من brain potential بتاعته وينتهي بفايز 4 10 يبقى كده فرقنا بين الاخر potential بتاع pacemaker وبتاع cardiac muscle cells عرفنا انه الاخر potential بتاع pacemaker cells بيتكون من 3 بس phases هما 4 و 0 و 3 لكن الاخر potential بتاع cardiac muscle cells بيتكون من phase 0 1 2 3 و 4 اللي هما 5 phases اللي احنا عارفنوه طيب بعد بقى معرفنا كل ده محتاجين نعرف ايه الاريدميا بالضبط هي الاريدميا هي deviation of the heart من normal rhythm وقلني اعني ايه هو المسافة السبتة بين ال QRS او الر وال الر على الرسم القلب او فيه منشكلة في الريدم يبقى يدي على طول المفروض الheart rate الطبيعي بيبقى من 60 200 beat per minute لو قال عن كده يبقى يسبب يعني يبط في الheart rate ولو اكتر من 100 beat per minute يديني على طول التاكي اريدميا والتاكي اريدميا دي هي فعلا السبب الاكبر للجنريشن بتاع الاريدميا الترباط النبضات بتاعت القلب وبنقول ان كل بيت بيحصل من الاس اي نود يعني انا عشان اقول ان البيت دي مظبوطة وما فياش اي اريدميا لازم تبقى تطلعة من الاس اي نود الارجن بتاعتها اس اي نود وبيحصل لها نورمالي بتعدي على بتتنقل من الاتريال وتطلع من على الورطة وعلى ال ال المونري والكلام ده كله يعني وتعدي على والحاجات دي كلها وكمان نورمال بسرعة يعني طبعية حصل مشكلة في البيت يعني ما طلعتش من الاس اي نود او بتاعتها فيها لغبطة او ما فيش نورمال الكندوكشن للباثوي يعني ما رحدش من الاتريال او ان البالس تعدي من مشكلة يبقى ده يسبب كله اريدميا عندنا انواع او مش انواع هي ثلاث اسباب تسببلي التاكي اريدميا دي يبقى هما تلات حاجات اول حاجة ابنورمال اوتوماتيستي تريجرد اكتيفتي ان دري انتري يعني ابنورمال اوتوماتيستي يعني لما السل ممبرين يعدي سوديم ديرين فيز فور وفيز فور ما بتعديش سوديم لو لقيت انه فيز فور في ال اكشن بتانشل حصل ابنورمال برميابلتي للسوديم ده يعملي تاكياريدميا سببها ابنورمال اوتوماتيستي تاني مكانيزم هو التريجرد اكتيفتي يعني ايه تريجرد تسريب غير طبيعي للبوستف اينز جوه تأدي في الآخر لتغيير شكل تلاقي طالع فيه بومب كده هنا او هنا في فيز تو او 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 فور ده يعملي على طول تاكياريدميا لما يحصل ابنورمال ليكتش للبوستف اينز في فيه فيه مشكلة في بتاعة البوستف اينز يديني على طول شكل كده غريب في الاكشن بوتنشل بومب زي كل كيعة كده طلعو يبقى ده يعمل تاكياريدميا اخر حاجة وهي يعني يعني يدخل في فيشيس سايكل يعني زي حاجة اسمها ويلف باركنسون ويت سندروم ودي بيسببها حاجة اسمها يعني 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 انا عارفة انه بتبقى جنريتد من الاس اي نود تطلع من الاس اي نود يحصل كونتراكشن للاتريا وفي نفس الوقت توصل لل اي في نود يحصل مور كوندكشن بيحصل كونتراكشن للاتريا ويتحول البلاد للبلاد للفانتريكلز والفانتريكلز يحصل لها كونتراكشن وتعدي ال left side تودي للأورطة لكل وال تروح لل ده الطبيعي ويبقى بعد كده خلاص تعدي على البركنش فايبر كلام ده كله والبالس تقف لغاية هنا ويبتدي اكشن جديدة بيت جديدة بلس جديدة بتقف هنا في الري انتري او في التاكي اريدميا اللي بيحصل ايه في الري انتري دي بيحصل انه بيبقى فيه في العينين دول حاجة اسمها اكساسوري باثوي انه البالس ما بتقفش لغاية هنا او الاكتريك مبالس ما بتقفش لغاية هنا وخلاص تبتدي اكشن بوتانشل جديد لأ دي بتكمل على على حس حاجة اسمها اكساسوري باثوي ترجع تاني للأس اي نود تعمل وريلاكسيشن ويفضل ايه الهارت يفضل رايح جاي رايح جاي في نفس الامبالس ده يعمل حاجة اسمها ري انتري او سندروم اسمها وولف باركنسون ويت سندروم ودي تسبب تاكي اريدميا على طول طيب يبقونا تري بيزيك ميكانيزم اللي بيتسبب فيها التاكي اريدميا هم الابنورم الاوتوماتيستي في مشكلة في الصوديم انتري دورين فيز فور او تريجرد اكتيفتي مشكلة في البوست عموما وتنقلتها في الاكشن بتسبب لي حاجة اسمها بومب في الشكل بتاع الاكشن بتانشل او انه البالس ما بتقفش لغاية هنا لا بتكمل على عدي تاني للأتريا فيبقى كده في مشكلة نورمل كده يعملي على طول السندروم دي طيب نبتدي اللي بقى في الانتي اريثميك دروغز هندي بس كده انتروداكشن عنها وهنكمل في بارت 2 ان شاء الله طيب الانتي اريثميك دروغز دول بيتقسموا على شكل كلاسز فور كلاسز على حسب الايفاكت بتاهم على كل حتة في الاكشن بتانشيال اللي احنا شرحها من شوي فبنقول انه كلاس 1 بيشتغلوا كالصوديم channel blockers زي الديزو بيراميد والفليكينايد والليدوكين والمكسلتين بروكينامايد بروبافينون والكيندين كلاس 2 بعتبرهم بيتا blockers ازمولول متوبرولول وبروبرانول كلاس 3 هم بوتاسيوم channel blockers هم الاميدارون والدوفيتليد والدرندارون والسوتالول كلاس 4 هم calcium channel blockers زي الدلتيازم والفيراباميل بس دول اللي هنتكلم عنهم هو في غيرهم هنتكلم عنهم بتفصيل يعني ليه ما دخلناش في calcium channel blockers تانين ليه دول بالزيت وعندنا بقى 2 drugs كده أو 3 drugs هنتكلم عنهم مالهمش علاقة ما بينتموش لأي مختلف ولكن لديهم mode of action مختلف شوية هم الادينوسين والديجوكسون وهنتكلم عن واحد اسمه madnesium sulfate اوكي مختلف انا اوكي اوكي اوكي